موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه وبعد مرحبا بكم أعزائي مشاهدي تلفزيون قطر في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم سند الأسرة سند المجتمع وعماده فأحياكم الله وما زلنا نتحدث وإياكم في تربية في مواضيع لها علاقة بتربية الأولاد في الإسلام وتكلمنا عن مرحلة الطفولة واليوم إن شاء الله بنتكلم عن مرحلة الصباة اللي هو ما يسمى في الفقه الإسلامي مرحلة التمييز اللي هو الطفل يكون فيها من عمر سبع سنوات إلى البلوغ وهذه أنا سميها المرحلة الذهبية في إكساب الطفل القيام والأخلاق المرحلة الذهبية في إكساب الطفل القيام والأخلاق لأن فيها المرحلة ما دخل إلى الآن في مرحلات الطفولة المتأخرة التي تسمى بالمراهقة وفي نفس الوقت ما زال قبل مرحلات التكليف الشرعي فبالتالي ما دخل في مرحلة الخطر أن يصبح مسؤول عن تصرفاته ومحاسب عليها ومهم أن نفهم أن هناك أشياء مهمة متعلقة بتربية الطفل في هذه المرحلة وسنظر بأمثلة إن شاء الله على تربية النمس وعلى سلم في كل مرحلة من هذه المراحل بشكل مفصل أول شيء مهم أن تنمى مهارات الطفل العقلية والجسدية في هذه المرحلة وأيضا من المهم جدا أن نساعد على تكوين شخصية هذا الطفل بتوجيها وعلى فكرة هذه القضية قضية أن الأبوين لهم أثر كبير على مسار أما التدين أو الفكر أو القيم في نفس الأبناء هذا أمر دلت عليه الشريعة من صلى الله عليه وسلم يقول كل مولودين يولدوا على الفطرة فأبواه يهوداني أو ينصراني أو من جساني يعني هو المولود هذا يولد على الإسلام تدان بمعنى على فطرة الاعتراف بالله رباً وتوحيده وعبادته ليش؟ لأن الله أخذ الميثاق على بني آدم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى فإذن هذه القضية حاضرة في نفس المولود منذ أن يولد لكن الأبوين دورهم في مراحل التكوين أما أن يحرفوا هذه الفطرة إلى مناطق خاطئة أو يؤكدوها ويثبتوها وهذه قضية مهمة ومركزية ومحورية في تاريخ مش في تاريخ في تكوين الطفل في تكوين الطفل قضية محورية ومركزية في تكوين الطفل وفي كتابة تاريخة بعد ذلك فمهم جدا أنك تنتبه إلى هذه القضية وهي تكوين شخصية الطفل وإعطاء الفرص التي من خلالها بإمكان أنه يشكل سلوك أو يصل إلى قيم الأمر المهم جدا أيضا أن تغرس فيه في مرحلة الصباة لمرحلة التمييز إلى البلوغ أن تغرس فيه حب العلم والمعرفة ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يوجه أصحابهم في هالمراحل إلى التعلم ويرغب في التعلم ومن لا رأى منه ذكاء خاصه بحديث أو دعا له بدعاء خاص مثلا يقول أني كنت أريد في النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات إحفظ الله يحفظك إحفظ الله تجد تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أو كما قال صلى الله عليه وسلم شوف أول ما بدأ أنه صلى الله عليه وسلم فيه قال إني أعلمك كلمات إني أعلمك كلمات مثلا جاء إلى رجل فقال يا معاذ اللي إلي معاذي رضي الله عنه قال يا معاذ إني لأحبك فلا تدع دوب وراء كل صلاة أن تقول اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإذا شوف تبيين الحب والحرص على إكساب هذا الطفل المهارة والمعرفة المعرفة عموما العلم والمعرفة قضية جدا مهمة لأن ما يدخل في هذه المرحلة في قضية العنات ما زال في مرحلة أنه ما عندي مشكلة أتعلم وحاب أتعلم ويبقى استكشف وإلى آخره في مرحلة الصباح هذه فمهم جدا أن تغرس فيه مثل هذا الأمر طيب كيف تعلمه وتربيه في هذه المرحلة كيف تعلمه وتربيه في هذه المرحلة أولا التعليم قضية التعليم قضية مهمة جدا 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 ولذلك يعني بادرت صاحبة السمو جزاء الله خيرا في مؤسسة التعليم فوق الجميع وعلم طفلا ومبادرة تعلم طفلا لأنها في استيعاب عند العقلاء بشكل عام يعني عند المسؤولين وعند أي عاقل بأن جزء كبير من نهضة الأمم قاهم على التعليم فالتعليم يبدأ في هذه المرحلة مرحلة الصبا ولذلك حتى الصلاة النساء الله سلام يقول علموا أولادكم الصلاة لسبعين يعني تبدأ مرحلة تعليم الديانة والدين والعقيدة والصلاة والتعويض بداية التعويض على القضية الصوم والصدقة من هذه المرحلة من هذه المرحلة كأن الشريعة تقول لك بأن مرحلة الصبا مرحلة التعلم فمهم جدا أن توجه أبنائك إلى التعلم في هذه المرحلة أيضا تنمية مهارات الطفل من خلال المشاركة قضية مركزية وجوهرية جدا خصوصا في هذا خصوصا في هذا العمر يعني مثلا أنا عندي صديق الله يزي خير معلم ابنه على القراءة من خلال أنه هم الأثنين متعودين أن يقرؤون مع بعض يعني تعود الأب وابنه على القراءة والقراءة سويا فنشأ عند الإبن حب للقراءة عجيب ورغبة في التعلم عجيبة وهذا بسبب مشاركة الأب لأن مثل ما قلنا أنه يشوف أن أباه هو الشخصية الأكثر علما والأكثر ذكاء والأكثر فهما والأكثر وعيا فبالتالي إذا شاركه الأب مثل هذا يصل عنده قدرة على التعلم أيضا توجيه الطفل نحو السلوك السوي في هذه المرحلة قضية مهمة جدا أرجع فقط إلى قضية تنمية المهارات وتعزيز الشخصية إلى حادثة حدثت في زمان نصع سلم وحديث يرويه سهل بن سعد رضي الله عنه يقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلبن بقدح من لبن وعن يمينه غلام صبي صغير في مرحلة الصبل التي نتكلم عنها وعن يساره الأشياخ فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم التفت يعني احنا تمنينا أن يعطي الأشياخ الذين عن يساره يعني الكبار السن وجاء وجهاء وبكر عمر وجهاء فالتفت النساء سلم إلى الصبي هذا الصغير الغلام صبي صغير اللي هي مرحلة الصبل احنا نتكلم عنها فقال يا غلام أتأذنوا لي أن يعطي الأشياخ لأن عادة النساء سلم كان أن يعطي الذي عن يمينه والصحابة كانوا يدرون أنه بيعطي الذي عن يمينه فلما شافوا الصبي هذا يستصروا يعني كيف يعطي هذا خلي يعطي الأشياخ يعني خل النساء سلم يخالف عادتها المرة فقال النساء سلم له أتأذن لي أن أعطي الأشياخ يعني وقدم الأشياخ عليك فقال ما كان قال يا رسول الله ما كنت لأوثر بفضلك مني أحدا يعني ما راح أسمح لأحد يأخذ فضلك يشرب بعدك قبلي مادام دوري دوري فاحترم أن النساء سلم هذا الأمر وأعطاه فشرب يعني من مكان ما شرب النبي صلى الله عليه وسلم النساء سلم ليش سوها شيء لأن يعلم بأن لو تجاوزه بيكسر نفسه لأن النساء سلم بيكون خالف عادتها اللي يتعود عليها في أن يعطيها الذي يعني يمينه وفي نفس الوقت قدم غير عليه مع أنه هو حق فهذه قضية جدا مهمة فتوجيه الطفل لحوة السلوك الإيجابي وهذه قضية مهمة جدا السلوك القوين بشكل عام الفضل ابن العباس ابن عم النساء سلم الفضل ابن عباس ابن عم النساء سلم هو شاب ومع أن النساء سلم على ناقته في الحج ردف النبي صلى الله عليه وسلم ردفه يعني وراه ونساء سلم يمر فتمر به يمر به النساء والرجال في الحج يعني فالفضل ابن العباس رضي الله عنه لمح امرأة بنتا بقيل أنها خثعمية وقيل غيرها رأى فإذا هي جميلة عليها مسحة جمال فالفضل ابن العباس رضي الله عنه كأنه ثبت نظره فيها يعني انبهر فأخذ ينظر إليها متعجبا من جمالها ونساء سلم لما رأاه وانتبه له إيش سوى عن نفه هاوشه قال اتقل لا أبدا بس قال نساء سلم فأخذ بوجهه وقال به هكذا يعني لف بوجهه عن هذه المرأة لألا ليغض بصره عنها فقط شوف كيف النساء سلم قوم هذا السلوك من هذا الشاب لأن مرحلتها العمرية فيها فيها ضعف تجاه حاصلة البصر النساء سلم مدرك لهذا فبالتالي شي سوي يوجه توجيه لطيف بأن غض بصرك لكن بدون تعنيف مجرد أن لف وجهه صلى الله عليه وسلم عن هذا فهذا السلوك السوي وجهه إليه مثل ما وجه الغلام الذي قال له يا غلام سمي الله وكن بي أمين كل ما يمين فوجه السلوك السوي في هذه المرحلة وجهه إلى السلوك السوي دون أن تعنفه دون أن تعنفه هذه قضية أيضا محورية وجوهرية جدا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها مع أصحابه ويقوم عليها النماذج حقيقة في السنة النبوية والسيرة النبوية في قضية تربية الأطفال كثيرة جدا وطويلة وتفاصيلها لا تكاد تنتهي ونحن نأتي على ذكر نماذج فقط لتفهم كيف تربط مثل هذه القضايا التي جاءت بها الشريعة الإسلامية تجاه المرحلة وكيف أن نصرح سلم تعامل معها من خلال القصص النبوي سنأتي إن شاء الله على ذكر تفاصيل أخرى وقصص أخرى ولكن بعد الفاصل أعزائي المشاهدين فابقوا معنا مرحبا بكم أعزائي المشاهدين من جديد رجعنا لكم وإلى برنامجكم برنامج سند وما زلنا في الحديث عن تربية الأبناء في الإسلام ووصلنا إلى الحديث عن مرحلة الصباء وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على كثير من الأمور خصوصا في مرحلة الصباء إعطاء الصبي فرصة لإثبات نفسه ولإثبات قدراته أمر مهم جدا النبي عليه الصلاة والسلام في أحد الغزوات يأتي إليه إثنان من الصبيان ممن لم يبلغا الحلم يعني مرحلة التمييز نعم تسع سنين عشر سنين لكن إلى الآن ما وصل إلى مرحلة التكليف اللي هو البلوغ الشرعي فيأتيان النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنانه في الخروج معه للمعركة فالنبي صلى الله عليه وسلم ردهما لحداثة سنينهما يعني أنتم صغار ما نبغي ندخلكم فيها المعمعة فيصران على النبي صلى الله عليه وسلم فقام من النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا كان المسألة فيها يصرار فاصطرعا واللي منكم بصرع الثاني ناخذه يعني لعبوا مصارعة واللي منكم يعني باللي نسميه المسادح أو المطارح اللي منكم يفوز على الثاني في هذا التحدي يخرج معنا فواحد منهم شوي أكبر من الثاني جسمه شوي أكبر من الثاني فيتصارعا فيصرعوا أحدهما لآخر فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيز الأول ولا يجيز الثاني يقول له خلاص أنت قوي تطلع معنا فيأتي الثاني يبكي يقول رسال الله صح أنه يصرعني بس تراني أرمى منه يعني أنا في الرمي أحسن منه فالنصرع السلام يأمرهما فيترامي يصير بينهم رمي تحدي في الرمي فيفوز الثاني فيجيز النصرع السلام الأول لقوته ويجيز الثاني لقوته في الرمي النصرع السلام تعامل مع هاتين الشخصيتين بإيش باحتواء لإمكانياتهم ولمبادرتهم وإلى آخرين فهذه قضية أيضا مهمة جدا أيضا في غزوة بدر غلامين صغيرين يقتلان أبا جهل وكل منهما يضرب أبا جهل بسيفه فيأتي إلى النصرع السلام يأتي بالسيف إلى النصرع السلام والسيف عليها آثار الضرب فيقول الأول يا رسول الله قتلت له أبا جهل ويقول الثاني يا رسول الله قتلت أبا جهل فالنصر السلام شي يسوي فيهم يقول كلاكما قتله يعني يحترم هذه المبادرة اللي فيهم الاثنين ويوجههم إلى أن اثنينكم قد قمتما بالمطلوب اثنينكم قد قمتما بالمطلوب وهو المبادرة إلى نصرة النصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذه قضية مهمة تعزيز هذه القضية في نفس الطفل قضية مهمة جدا أيضا لابد من توعية الطفل بالمخاطر توعية الطفل بالمخاطر بمخاطر الانحرافات السلوكية يعني كثير من الأبناء ما يعرف ليش هذا خطر ما حد فهمه ما حد قاعد معه وقال له وما حد تكلم معه مثلا أكل الحلويات ما حد فهمه في مرحلة الصباح أن أكل الحلويات مو ممنوع لأن هذا شي احنا ما بقدرين نجيب لكيالا لأنها في شيء مراض اسمه مراض السكر وهذا السكر يأتي للناس لأسباب مختلفة من أعظم أسبابه واحد ثنين ثلاثة وأكلك لهذه الحلويات مسبب لي كثير من الآثار والأمراض اللي ممكن تحتويك أو تأثر عليك في كذا فكرة توعية الأبناء وتحذيرهم من بعض مخاطر بعض السلوكيات قضية مهمة جدا حتى من خلال القدوة يعني مثلا الظلم النساء صلى الله عليه وسلم يقول الظلم وظلمات يوم القيام وفي الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلتهم بينكم محرم فلا تظالم فأنت تربي أبنائك على عدم الظلم وأنه صلى الله عليه وسلم نفس الشيء يربي أصحابه كان على هذا المعنى النعمان البشير رضي الله عنه قال كان لأبي البشير بستانه وكنت أحب ولده إليه وأنا صغير كنت أنا أحب أبناء أبي إلي أي إليه تعرفون أنت عيالنا يعني وإن كنا ندعي أن كلهم عندنا مثل بعض كلهم نحبهم صحيح كلهم نحبهم لكن في أنفسنا بعضهم أقرب من غيره وهذا شيء احنا ما نملكه يجعلها الله سبحانه وتعالى في أنفسنا دون قصد فالنعمان البشير رضي الله عنه كان أحب ولد أبيه إليه فأبوه يوم من الأيام حب أنه يخص النعمان بشيء لأنه يحبه وعنده محبة النعمان في قلبه أشهد من باقي الأبناء فبغى يعطيه شيء هدية خاصة فقالت لزوجتها والله ما أقبل أنك تعطي ولدك فلان شيء حتى تذهب إلى النصر فتشهده فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أشهدك أني أهديت النعمان ابني النعمان بن بشير ابني شيئا بستانا أو كذا زرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك يعني كل أبنائك أعطيتهم هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال البشير لا يا رسول الله ما أعطيتهم كلهم أعطيت النعمان بس وأنا بك تشهد على عطية النعمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فإني لا أشهد على زور فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يربي الأب ويربي الأبن على قيمة مهمة جدا وهي قيمة العدل ويحذرهم من انحراف سلوكي خطير جدا وهو الظلم فيربيهم على هذا ويعزز فيهم هذا وهذه قضية مهم جدا أن يستحضرها الآباء والأبناء فيربوا أبنائهم على هذه المعاني بشكل دقيق جدا وهو الابتعاد عن الأخطار أو الأشياء أو السلوكيات الخاطئة السلوكيات الخاطئة وقد ورد هذا في أكثر من موضع من ما ذكرنا من النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك مثلا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى غلام يهودي وهو يموت من جيران النبي صلى الله عليه وسلم وهذا غير مسلم شوفوا يعني تربية الأطفال هذا السلوك كيف يعزز حتى عند غير المسلمين هذا السلوك التربوي كيف أثمر حتى عند غير المسلمين يأتي النساء الله سلم يسمع بأن جارة فلان من اليهود عنده ابن مريض ومريض مرض شديد وخيف عليه أن يموت فيعوده النساء الله سلم يقول حق أصحابه قوموا خلنا نروح نزور فلان اليهودي نزوره ونزور ابنه هذا المريض فيعني نشوفه ونطمن عليه جيران النساء الله سلم فيخرج النساء الله سلم إليه فيدخل عليه على اليهودي وهذا الصغير على الفراش فنساء الله سلم مما رأاه وعلم أنه ظن أو غالب على ظن أن هذا لن يعيش مرضه شديد فقال النساء الله سلم له ناصح مشفقا يا غلام أفلا أدلك على شيء أو كما قال النساء الله سلم طبعا بمعنى القصة أدلك على شيء ينقذك من النار قل لا إله إلا الله ادخل في الإسلام خير لك وتنجو إن شاء الله من عذاب الله ونساء الله سلم يربيه ويحذر من مخاطر ما هو عليه من الانحراف بس ما هو انحراف سلوكي هذا هذا انحراف عقدي فأين نوع من النوع لانحراف فالطفل هذا الغلام يلتفت إلى أبيه يعني صبي صغير يشاور كأن يشاور أباه ماذا يفعل فيقول له أبوه يا بني أطيع أبا القاسم اسمع كلامه لأن الله سبحانه وتعالى قال عن اليهود أنهم يعرفون النساء الله سلم الذين آتيناهم الكتابة يعرفونه كما يعرفون أبنائهم يعرفون النساء الله سلم ويعرفون القرآن كما يعرفون أبنائهم يعرفون النساء الله سلم تحديدا كما يعرفون أبنائهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي النساء الله سلم كما يعرفون أبنائهم يعني مش بس يعرفونه مثل ما الواحد يعرف أبنه كيف تعرف ابنك في حد يقول يعني لو قال لك تعرف أولدك كيف ما عرف أولدي أولدي يعرفها كيف ما عرفها طبعا في هالزمان للأسف في أبوه ما يعرفون أبنائهم بمعنى ما يعرفون يحبون شكرهون ما يعرفون ما عندهم علاقة بملاكة كلام بشكل عام يعرفون ابناءهم من أصلابهم فيعرفونهم معرفة دقيقة فالنساء سلم يقول له هذا الكلام والأب يقول له أطيع بالقاسم لأنه يعرف أنه رسول الله حقا فيسلم الصبي ثم ما يمكث قليلا إلا أن يموت يعني شيء بسيط فترة بسيطة زمنية بسيطة ومات الولد في المرض هذا فالنساء سلم يقول الحمد لله الذي أنقذه بمن النار فانظر إلى حرص النساء سلم على تحذير الأبناء من مخاطر سلوكياتهم السيئة سواء أو الانحرافات السلوكية التي تكون في أخلاقهم فيأتي يوما فيقول نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل يعزز فيه السلوك الإيجابي وينهى عن ماء يعني ينهى عن ماء ممكن أن يوقع به في النار هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول يوم ما رأى رأى أنه كأنه على حافة جهنم سيقع فقص هذه الرؤية على النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل يعني يدفعه إلى صلاة الليل وكأن هذه الرؤية رأيتها أنت صحيح صحيح أنك صغير لكن هذه الرؤية فيها إشارة إلى أهمية قيام الليل فقم يا عبد الله من الليل فإذا قمت من الليل فنعم الرجل أنت فكان عبد الله رضي الله عنه بعدها لا يدعو قيام الليل هذه كلها أشياء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعززها في أصحابه في مرحلة الصبا قصة الفضل من العباس وقصة عبد الله من العباس وقصة الغلام يا غلام إني أعلمك كلمات وقصة النعمان بشير رضي الله عنه مع عطيته كلها مواقف تربوية يعزز فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية في مرحلة الصبا مثل ما ذكرنا أن مرحلة الصبا هذه من أهم المراحل التي يكتسب فيها الإنسان الطفل ثلاثة أشياء القيم والمعرفة والسلوكيات الحميدة بيكون عندها قدرة على اكتساب هذه الثلاثة بسهولة جدا فاحرص على أن تبادر في هذه المرحلة على اكساب ابنك أهم الأشياء التي يحتاجها في هذه المرحلة فخلاصة ما ذكرنا أن مرحلة الصبا تعد من أهم مراحل التربية والشيء الثاني أنه يجب على الوالدين القيام بمهامهم تجاه ابنائهم في هذه المرحلة ويجب على الوالدين أيضا تشجيع أبنائهم على اكتساب المهارة والمعرفة حتى خارج إطارهم أهم في إشراكهم في بعض البرامج التربوية والأنشطات في إشراكهم بعض النوادي في تشجيعهم على ممارسة الرياضة احرص قدر المستطاع على إكساب أبنائك مثل هذه القيم وهذه المعلومات في مرحلة الصباة تبقى عندنا مرحلة مهمة جدا وهي مرحلة المراهقة وما بعدها مرحلة الشباب وسنأتي إن شاء الله على ذكرها في حلقات قادمة بإذن الله إلى ذلك والحين ابقوا في طاعة الله أخواني وأخواتي أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة